الآن هناك جمهور في العراق مفتون بمن؟ ابن السيد واحد سيد عالم اسمه سيد محمد الصدر مو مشكلة سيد عالم آمنا بالله عنده واحد ابن خبل أحسنتم مخربط مجنون معتوه لا عالم لا فاهم لا متزن اتزان ما عنده واحد مزاجي مخربط يعني هذا لابد أن يحجر عليه شرعا قانونا سفيه أما شوف الناس إكراما للأب يحترمون الابن على كل حال بل سلموه القيادة والصلاحيات ورث أباه في قيادة هذا الجمهور الذي طبعا تقلص كثيرا انشق من انشق عنه لأنه بعد ما قدروا يتحملوا ابن السيد ايه في البداية بس انت بهذلتنا ورطتنا فانشقوا عننا كثيرين هذه آفة يعني يا جماعة شوية تعقل شوية خوف من الله تعالى بالله عليكم واحد مثل مقتضى الصدر الصالح لأن يتخذ قرارا يخص مستقبل هذا البلد ومستقبل هذا الشعب أن تكون له مشاركة أصلا في صنع القرار هذا القرار إذا يتخذ في حق نفسه ما إلى حق لأنه يحجر عليه شرعا سفيه ما لحق يتخذ قرار في حق نفسه حاكم الشرعي يحجر عليه انتو تريدون أن تجعلوا مستقبل هذا البلد وتجازفون بهذه الطريقة أن تجعلوا هذا البلد رهن التقلبات المزاجية لهذا الطفل هذا المعتوه على أساس أنه ابن السيد وإذا ابن السيد خير إن شاء الله أما اتعظتم أما كفاكم المهالك التي زج هذا المعتوه هذا البلد وأهله فيها أما كفتكم هذه خلص يا با قولوا انتهى إلها هنا وانتهى الموضوع كافي بعد أنت لست أهلا أنت ليس عندك لا الرشد ولا سلام عقلية ولا فهم ولا علم ليس عالما ليس متضلعا في شؤون الدين ولا في شؤون الدنيا أنت لست أهلا لمثل هذا المقام فلابد أن يقصى يُعزل تماما حتى البلد يشق طريقه نحو الخير أما أن تستمر الأمور بهذه الطريقة على أساس أنه ابن فلان وإذا كان ابنا له ثم ماذا لماذا استوردتم الأمراض البكرية هذا من جملة أمراض البكرية ترجمة نانسي قنقر